رجا سلامي خيو لرياض سلامي موقوف حالياً بنظارة أصر العدل ببعبدة بقرار من القاضي الشجاعة غادعون وهو مدعى علي بجرائم إثراء غير مشروع طبيض أموال وغيرها رجا سلامي متدخل وشريك مع خيو رياض سلامي بجرائم مست بالمباشر اللجنانيين الأوادم المدعين الأوادم ما بدنا ننسى أن رياض ورجا سلامي كمان ملاحقين من نياب العام السويسرانية ومن أكتر من بلد أوروبي لكسنبور، لينشنشتاين، فرنسا، بلندن وبغيرها من دول العالم بجرائم وشبهات طبيض أموال، اختلاص مال عام وجرائم أخرى كذلك دايماً لازم تتذكروا موضوع فوري أسوسييتس، هيد الشركة الأساسوة رياض ورجا سلامي سنة 2001 وهي كان عندها الحصرية أن تاخد الكوميسيونات على كل الاكتتاب بسندات الخزينة كل ما كنتوا أنتوا تتدينوا يا لبنانيين كان رياض ورجا سلامي يغتنيوا عبر هيد الشركة يلي سنة 2002 إجا رئيس جمعية المصارف جوزاف طراباي وقرر أنه يعطي أموال منكم مصرياتكم أموال الموضعين ليكتبوا فيهم بسندات خزينة تنصرف على الفساد بالدولة اللبنانية هيد المنظومة بإطار التحقيقات اليوم كلها عم تتخلخل هيدا رأس جبل جليد عم بيدوب وهيدا كله لمصلحتكم يجب دعم القضاة الأوادم اليوم ملف بينتقل من عند القاضي غدعون بجزء منه يلي مرتبط بتوقيف رجا سلامي بيروح عند القاضي الأولى منصور لا يجب أن يخرج من هناك ومنشد على إيديه للقاضي الأولى منصور لمزيد من التحقيقات وتوسع من التحقيقات وكذلك من طالب القاضي جنطنوس الأدمي أنه يجي ينتقل أو هو يطلب رجا سلامي لعنده ويستمر بتحقيقاته بما يرتبط بالمراسل السويسراني وغيره